الفيديوهات التي حققت انتشاراً واسعاً على السوشيال ميديا في كل العالم العربي فيديو ينتمي لصحافة المواطن مصور الفيديو لاحظ مجموعة منظمة تقوم بسرقة كميات كبيرة من محصول البطاطا أثناء تنقله أو نقله في شاحنات كبيرة تسير على الطريق العام قام بنشر الفيديو الذي يوضح بالتفصيل خطة هؤلاء في القيام بالسرقة دون إيقاف الشاحنات وعمليات السرقة هذه يترتب عنها إتلاف كمية كبيرة من المحصول الذي يسقط في الطريق ويصبح عرضة لعجلات السيارة في الطريق السريع لهذا البيان الذي نراه على الشاشة قامت بتسمية خطة السرقة هذه بأسلوب المغافلة وذلك لأن الشاحنات الكبيرة تبطئ سرعتها عندما تقترب من المنطقة الصناعية وهناك تكون لهم الفرصة الأمثل للقيام بعملية السرقة المتحركة باستخدام شاحنات الترايسيكل الصغيرة نقرأ في البيان أيضا أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وموجهتهم واعترفوا هناك بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في بيان وزارة الداخلية ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم الهادي في تعليقه نقرأ كتب مصور الفيديو يمتلك حس المواطنة وقام بواجبه وكان حريصا على عدم تعريض نفسه للخطر وهذا ما يعلمنا قوة السوشل أو السوشل ميديا وما يمكن أن تساعدنا على القيام به في هذه المواقف حسن حامد كتب حتى الدول الفقيرة وكتلتهم المجاعة ما سووها أحمد كتب مصر التي كانت تطعم الأمة جاع فيها البشر والدواب والطير أبو محمد في تعليقه كتب أن السائق متواطئ بتبطيء سرعة الشاحنة كي يتمكن التوكتوك من إنجاز المهمة خالد طه كتب مشهد الفيديو وكان مؤسفا ولو ما كانتش تقبض عليهم كنت هتشوف حوادث زيها أكثر